اشتركوا في القناة 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 ثم بعد ان صلى بهم قدم له اناءان اناء من لبن واناء من خمر فاختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم اناء اللبن فقال له جبريل هديت للفطرة وهديت امتك ولو شربت الخمر لغويت وغويت امتك ثم رجع النبي الى فراشه في بيت ام هانئ ونام تلك الليلة فلما اصبح اخبر الخبر ام هانئ قال لها ذهبت وصليت في بيت المقدس ورجعت قالت ام هانئ لها ذهبت وقال لها ذهبت وقال لها ذهبت وقال لها ذهبت وقال لها ذهبت وفي الصباح نادى اهل قريش واخبرهم بانه صلى في بيت المقدس مع الانبياء فهذه فرصة المشركين الان اخذوا ينشرون بين الناس يقولون ان العيرة لتضرب شهرا الى بيت المقدس وشهرا ترجع منها وصاحبكم يقول انه في ساعة صلى في بيت المقدس ورجع حتى ضعاف الامان تشككوا في دينهم وبعضهم ربما تراجع عن دينه حتى ذهبوا الى صاحبه ابي بكر وقالوا له ان صاحبك يزعم انه ذهب الى بيت المقدس وصلى ورجع في ليلة واحدة في ساعة واحدة فقال ابو بكر بكل هدوء ان كان قد قالها فقد صدق اني اصدقه في خبر السماء يأتي وهو جالس عندي افلا اصدقه في هذا فانزل الله في ابي بكر والذي جاء بالصدق يعني رسول الله وصدق به يعني ابو بكر اولئك هم المتقون فلما تجمع المشركون ومعهم ابو بكر وبعض الصحابة على الرسول ما الخبر ماذا تقول فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما زار بيت المقدس قبل هذا قال لهم سأصف لكم بيت المقدس تحدوه بهذا وكان بعض الناس شاهد بيت المقدس اخذ يصف بيت المقدس حجرا حجرا يقول رفع لي بيت المقدس كأنني اراه وكلما قال شيئا قال ابو بكر صدقت قال ابو بكر صدقت قال ابو بكر صدقت حتى قال النبي له ان تصديقوا هذه الامة ان تصديقوا هذه الامة ثم تحدى المشركين قال رأيت عيرا في الطريق فيها كذا وكذا 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 أخبرهم بأوصافها قافلة كاملة وسوف تأتيكم في اليوم الفلاني من ثنية التنعيم فانتظر المشركون في ذلك اليوم فإذا القافلة كلها تصل وإذا بالمؤمنين يزدادون إيمانا والنبي سري عنه بعد هذا الإصراء وكل أهل التقوى ازدادوا يقينا أما المشركون ازدادوا غنظا وحيقا وحنقا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا ليل حدثني عن رحلة الإسراء أسر الرسول بها كالبدر في الظلم للمسجد الأقصى تدنو له الأرجاء غارت نجوم الكون من وجهه الوضى من وجهه الوضى وعرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات العلا وكان جبريل برفقته رأى المعراج ليس شيء أجمل منه النبي يرتقي من هذه الأرض إلى السماوات فيستفتح جبريل السماء ولكل سماء أمنتها حفظتها من الملائكة قالت الملائكة من؟ قال جبريل قالت ومن معك؟ قال محمد فسألت الملائكة وهل بُعِث؟ قال نعم ففتحت أبواب السماء لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي مكانة هذه في حياته الدنيا والسماوات العلا تفتح لرسولنا دخل السماء الدنيا السماء الأولى فرأى رجلا ترفع له النسمات كل روح تقبض في الأرض ترفع إليه فإذا رأى روحا مؤمنة فرح وإذا رأى روحا خبيثة كافرة حزن قال النبي لجبريل من هذا؟ قال هذا أبوك آدم فسلم عليه فرد آدم أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ارتقى مرة أخرى إلى السماء الثانية ففتحت له أبواب السماء وكلما مر عليه ملأ من الملائكة سلموا عليه واستبشروا به ورحبوا به صلى الله عليه وآله وسلم فرأى في السماء الثانية ابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا فسلما عليه وقال أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم ارتقى عليه الصلاة والسلام إلى السماء الثالثة فرأى فيها رجلا جميلا أوتي شطر الحسن قال من هذا يا جبريل قال هذا يوسف ابن يعقوب هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم فسلم عليه فقال يوسف أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم ارتقى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فقرأ النبي ورفعناه مكانا عليا فسلم عليه ورد السلام ثم إلى السماء الخامسة فرأى رجلا ذو لحية بيضاء فقال النبي لجبريل من هذا؟ قال هذا الذي أحبه قومه إنه هارون ابن عمران عليه السلام فسلم عليه ورد السلام قال أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم ارتقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء السادسة فرأى فيها من؟ رجلا طويلا آدم أقنى إنه من؟ إنه موسى عليه السلام فسلم عليه ورد السلام قال أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم وصل إلى السماء السابعة ومن في السماء السابعة رأى رجلا مستندا بظهره إلى البيت أي بيت هذا؟ إنه البيت المعمور كل يوم يدخله سبعون ألفا من الملائكة لا يدخلون مرة أخرى من هذا الرجل الذي يستند بظهره إلى هذا البيت؟ قال إنه أبوك إبراهيم الخليل فسلم عليه فرد السلام أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح هنا توقف الأنبياء هذه السماء السابعة لم يرق بعدها نبي من الأنبياء أما رسولنا فقد ارتقى عن السماء السابعة ووصل إلى شيء هو نهاية الخلق اسمه سدرة المنتهى ما أجمل هذه السدرة حتى جبريل عليه السلام لما وصل إلى هذه المرتبة لم يستطع أن يرتقي أما نبينا فارتقى يقول رأيت جبريل في هذا المكان يخاف جبريل من مقام ربه يقول رأيته كالحلس البالي مثل الثياب التي سقطت على الأرض ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى هناك الجنة عندها جنة المأوى هذه المرتبة لم يصل إليها لا نبي بل ولا ملك فارتقى النبي فرأى نورا أي نور هذا؟ قال نور أن أراح كلم ربه مباشرة بلا ترجمان لكن حجاب ربنا النور قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه خلقه من بصره أي كل الخلق يحترق لو كشف ربنا هذا الحجاب أي لقاء هذا؟ لقاء الرب بحبيبه وخليه وصفيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم اشتركوا في القناة في السماء السابعة كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه لم يره قال نور أن أراح فما أعظمه من لقاء وما أعظمه من كلام في تلك السماء فرض الله عز وجل على نبينا وعلى هذه الأمة أعظم العبادات وهي الصلاة فرض الرب عز وجل هذه الشعيرة فوق سبع سماوات وفرضها الرب خمسين صلاة في اليوم والليلة من الفجر إلى الفجر وجب على هذه الأمة أن يصلوا خمسين صلاة وكل صلاة أكثر من ركعة فأقبل النبي راجعا عليه الصلاة والسلام فمر على موسى بن عمران فسأله عما فرض الله عز وجل عليه فقال فرض علي الصلاة قال وكم فرض عليك من صلاة؟ قال خمسين صلاة قال أمتك لن تقدر عليها وكان موسى رفيقا بأمته وبأمة محمد قال إن أمتك لن تقدر عليها فارجع إلى ربك وسله التخفيف فرجع النبي إلى ربه يشفع لهذه الأمة أن يخفف الله عليها عدد الصلاوات فأنزل الرب عز وجل من الخمسين إلى الأربعين عشر صلاوات فلقي موسى في طريق عودته وقال له كم جعلها الرب؟ قال أربعين قال ارجع إن أمتك لن تقدر عليها وصدق موسى فرجع النبي وطلب من ربه التخفيف فصارت ثلاثين ثم كل مرة ينزل الرب عز وجل يخفض الرب عشر صلاوات حتى صارت عشرا ثم جعلها الرب خمسا فنزل إلى موسى قال كم صلاة؟ قال خمس صلاوات قال ارجع إلى ربك وسله التخفيف فإن أمتك لن تقدر عليها قال استحييت من ربي استحييت من ربي يعني أقل من خمس صلاوات من خمسين إلى خمس صلاوات ثم قال النبي من أتى بهن وصلاهن إيمانا واحتسابا كن له كخمسين صلاة من صلى خمسا؟ كن له كخمسين صلاة لا يبدل القول لدى الرب عز وجل لا يبدل القول عند الله جل وعلا فهي خمس نصليها لكنها تكتب كخمسين صلاة ثم الحسنة بعشر أمثالها هذه الفريضة أراد الرب عز وجل أن يفرضها على هذه الأمة في معراجه عليه الصلاة والسلام إن الصلاة كانت على المؤمنين كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بعدها بدأ يشتهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى الله جل وعلا شعاره فاصدع بمات أمر منهجه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بدأ يستغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مواسم الحج وغيرها فقد كانت القبائل تأتي إلى البيت الحرام تزور البيت الحرام تحج إلى البيت الحرام بنفسها وكان يستغل هذه الفرصة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام وكان يأتي في منا وفي غيرها في تلك المواسم إلى كل قبيلة بنفسها فيأتي إلى القبيلة فيقوم فيهم مناديا يا بني فلان هو بنفسه يناديهم يا بني فلان يا بني فلان إن الله بعثني إليكم لتعبدوه وحده لا شريك له وتخلعوا ما دونه من الأنداد والأوثان والأصنام وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتعينوني على أن أبلغ دعوة ربي يأتي إلى أمة أمة إلى قبيلة قبيلة إلى فلان وفلان وفلان في خيامهم وفي مقارهم وكان معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان يتبعه رجل كما قال الراوي رجل أحول وضيء له غديرتان عليه حلة عدنية يتبعه فإذا ترك آل فلان قام فيهم وقال يخطب أيها الناس هذا ابن أخي هذا ابن أخي يدعوكم لأن تخلعوا اللات والعزة وحلفاءكم من الجن وأتاكم بما لم تعرفوا فلا تسمعوا إليه ولا تطيعوه يظل النبي يدعو إلى الله ولا يبالي بمن يعاديه ولا من يصده هذه دعوة الله وهذا أمر الله لا بد أن يتمه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس في خيامهم وتجمعاتهم يدعوهم إلى الله جل وعلا يصدونه ويردون دعوته لكن هنا أذن الرب عز وجل أن يتغير مجرى هذه الدولة الإسلامية فإذا به يجد نفرا سألهم من أنتم قالوا نفر من الخزرج قال موالي يهود قالوا نعم قال أفأجلس إليكم محدثكم قالوا تفضل فأحسنوا إليه فجلس النبي يبلغهم دعوة ربه ويعرض عليهم الإسلام فكأنهم استحسنوا هنا أذن الرب أن يدخل قوم في دين الله وقد كانوا على الشرك وعبادة الأصنام أما يهود فكانوا أهل كتاب فقال بعضهم لبعض تعلمون أن يهود أخبرتكم أن هذا هو زمان بعث نبي ويهود تتوعدكم به فلا يغلبونكم ولا يسبقونكم عليه فآمنوا بالنبي وصدقوا به وتعلموا الإسلام ثم قالوا يا رسول الله ليس أحد من العرب بينهم قتال كالذي يحصل بيننا وكان بين الأوس والخزرج نزاع وقتال قديم فلعل الله أن يجمع بيننا بك ثم لما علمهم الإسلام رجعوا إلى المدينة وكانت تسمى يترب فما من بيت إلا وأخذ يتكلم عن رسول الله في المدينة ثم لما جاء الموسم المقبل جاء إثنى عشر رجلا من الأنصار ليلتقوا برسول الله في مكان يسمى العقبح في ذلك الموسم ليبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعة سميت بيعة النساء لما؟ لأنه ليس فيها قتال بايعوا النبي على أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ويطيعونه ولا يعصونه بايعوا النبي فلما بايعوه وعلمهم الإسلام ودين الله جل وعلا سرا بعث معهم رجلا كان أول سفير في الإسلام إنه مصعب بن عمير ذلك الشاب المترف المنعم في مكة لما أسلم ترك الدنيا بملذاتها بل هاجر وحيدا فريدا إلى المدينة يعلمهم دين الله جل وعلا ذهب إلى المدينة ونزل عند رجل اسمه أسعد ابن زرارة سيد من سادات الأنصار نزل عنده وأخذ يتعاونان في الدعوة إلى الله جل وعلا ما ترك مصعب بيتا إلا وقرأهم القرآن وأسمعهم الإسلام يبلغ دين الله صباحا ومساءا جهارا ونهارا في كل مكان يدعو إلى الله جل وعلا فكان نعم السفير ونعم الداعي إلى الله جل وعلا يوم من الأيام كان مصعب مع أسعد ابن زرارة في حائط يعلمان الناس دين الله جل وعلا فإذا برجلين من سادات الأنصار سعد بن معاذ وأسيد بن حضير لم يكون قد أسلم فضايق مما يفعل مصعب وأسعد بن زرارة فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير لو قمت إليه فكلمتهما فقام أسيد بن حضير إلى أسعد بن زرارة وإلى مصعب بن عمير فقال لهما ما الذي تصنعانه في قومنا سفهتما ضعفاءنا وفعلتما وفعلتما وأغلظ عليهما في الحديث فقال أسعد بن زرارة هل لك إلى أن تسمع ما نقول فإن قبلت به وصدقت لم يضرك وإن كرهته كففنا عنك ذلك قال أنصفتما كلامكم حق فجلس أركز حربته ثم جلس أسيد بن حضير يسمع من مصعب بن عمير فأخذ يجعوه إلى الإسلام ويقرأ عليه القرآن وهو يقرأ مصعب يقرأ القرآن إذا بأسيد بن حضير يتغير وجهه إذا به يتغير وجهه ويشرق وجهه يتأثر بالقرآن فما إن انتهى إلا قال أسيد ما أحسن حديثكما ماذا يفعل من أراد أن يدخل في دينكما قالوا لا شيء يغتسل يطهر ثيابة يشهد شهادة الحق يصلي ركعتين يدخل في الدين خلاص فإذا به يرجع إلى سعد بن معاذ لما رأاه سعد قال والله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به وقال أسيد قبل أن يذهب لسعد بن معاذ قال سوف أذهب إلى سعد بن معاذ سيد في قومه إن آمن لم يتخلف عنه أحد من قومه قالوا من قال سعد بن معاذ فذهب أسيد إلى سعد قال اذهب إليهما فاسمع منهما فجاء سعد إليهما قال ماذا صنعتما سفهتما ضعفاءنا وفعلتما وفعلتما هل لكم أن تكفى عنا فقال أسعد بن زرارة اجلس واسمع فإن أعجبك قبلت وإن لك ففنا عنك ما تكره قال أنصفتما فجلت سعد بن معاذ قبل أن يسلم فأخذ يقرأ عليه القرآن مصعب وإذا به يشرح الله صدره ويتغير وجهه ويشهد شهادة الحق ثم ذهب إلى قومه وقال يا بني عبد الأشهل ما أنا فيكم قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأنجبنا عقلا قال فإن رجالكم ونساءكم كلامهم علي حرام حتى تدخلوا في هذا الدين وتؤمنوا برسول الله فإذا بقومه جميعهم يؤمنوا بالله وبرسوله هكذا انتشر الإسلام في المدينة بدأ بنفر من الخزرج ما عيس النبي من الناس قبيلة قبيلة حتى أدخل الإسلام في قوم من الخزرج ثم بدأ الأنصار بايعوه البيعة الأولى وانتشر الدين في المدينة برسول الله عليه الصلاة والسلام وبرسوله مصعب بن عمير الذي كان أول سفير في الإسلام اشتركوا في القناة كان المسلمون من الأنصار على موعد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البيعة الثانية بيعة سميت بيعة العقبة الكبرى وكان الموعد في الحج خرج الأنصار من المسلمين خرجوا مع المشركين في الحج إلى مكة وكان بينهم سيد من ساداتهم اسمه البراء بن معرور وكان في طريقه لا يصلي إلى بيت المقدس لم يرضى أن يجعل الكعبة في ظهره وكان أصحابه ينصحونه ولكنه كان يأبى قال كيف نجعل هذه الكعبة في أظهرنا فلما وصلوا إلى مكة واحد وسبعين رجل معهم امرأتان صاروا ثلاثة وسبعين رجل وامرأة وصلوا مع المشركين في الحج إلى مكة وأهل مكة لا يدرون بالخبر ذهب البراء ابن معرور وكعب ابن مالك يسألان النبي عن الصلاة باتجاه الكعبة لم يكونا قد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الطريق سأل رجلا من أهل مكة أين محمد قال أتعرفانه قلنا لا قال أتعرفان العباس قلنا نعم قال هو جالس مع العباس عند الكعبة يقول فذهبنا إلى الكعبة فرأينا العباس وكنا نعرفه من قبل كان تاجرا يأتي إلى المدينة يقول فجلسنا عند رسول الله فقال النبي للعباس أتعرفهما قال هذا البراء ابن معرور سيد قومه وهذا كعب ابن مالك فقال النبي الشاعر قال العباس نعم يقول كعب ابن مالك والله ما نسيتها طوال عمري الرسول يعرفه يقول فسألنا النبي عن الصلاة باتجاه الكعبة فقال النبي للبراء يا براء إنك على قبلة لو صبرت عليها يعني اصبر الآن على هذه القبلة وهي بيت المقدس فرجعنا إلى رحالنا الموعد موعد البيعة أوسط أيام التشريق المكان عند العقبح جاء أوسط أيام التشريق ذهب ثلث الليل الأول نام الناس في رحالهم تسلل المسلمون واحد وسبعون رجل وامرأتان تسللوا سرا في الليل كتسلل القطى لموعد مع من مع حبيبهم عليه الصلاة والسلام لبيعة غيرت مجرى أمور كثيرة خرجوا بالليل كل واحد من رحلة ولا أحد يدري عنهم لا أهل قريش ومكة ولا أصحابهم الذين جاءوا من المدينة من المشركين خرجوا يتسللون جاءوا إلى شعب في العقبة التقوا برسول الله لعقد تلك البيعة خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمه العباس ولم يكن أسلم لكن أراد أن يستوثق من ابن أخيه فلما لقي القوم الأنصار قال أيها القوم تعلمون ما محمد بيننا منعناه من الناس ومن أعدائه فإن شئتم قبلتم به وأخذتموه معكم تمنعوه من الناس وإلا فتركوه بيننا فلما انتهى قالوا له انتهيت يا عباس قال نعم قال قل يا رسول الله ما أحببت وما شئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم فقال الأنصار رضي الله عنهم قالوا بل نمنعك مما نمنع منه ما تحت أزرنا ليس فقط نساءنا وأولادنا نحن أهل حرب وجربنا الحروب فقام رجل من الأنصار اسمه أبو الهيثم قال يا رسول الله بيننا وبين الناس حبالا يعني بيننا وبين اليهود عهود ومواثيق وإن قاطعوها فإن أظهرك الرب عز وجل على الناس وعلى العرب فهل عسيت أن ترجع إلى قومك وتخلي بيننا وبينهم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدم الدم والهدم الهدم أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم ففرح الأنصار بهذا وبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعل عليهم إثنى عشر نقيبا مثل القائد إثنى عشر تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس ورجعوا إلى بلادهم قبل أن يرجعوا ويتفرقوا من علم بالخبر من علم بهذه البيعة شيطان من الشياطين فقام يصيح بين الناس يا أهل الجباجب يا أهل المنازل هل لكم في مذمم يقصد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هل لكم في مذمم والصبات معه تبايع على حربكم هل لكم يصرخ بين الناس فقام الناس يلتفتون ويبحثون فقال الأنصار ما هذا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا أزب العقبة يعني هذا شيطان العقبة ثم قال والله لأتفرغن لك يا عدو الله فقالت الأنصار يا رسول الله أفلا نميل عليهم ميلة واحدة قال لا لم نأمر بهذا بعد فأمرهم أن يرجعوا إلى رحالهم وفي الصباح انتشر الخبر فذهبت قريش تتثبت من زعماء الخزرج وكانوا مشركين وعليهم عبد الله بن أبي بن سلول فلما جاءت قريش تسألهم هل صحيح الخبر تبايعتم مع محمد أن تقاتلون دون الناس فقال عبد الله أبدا والله ما حصل هذا ما كان قومي ليفعلوا هذا حتى يرجعوا إلي فرجعت قريش ظنت أن الأمر حقا أما مشركوء الخزرج لم يعلموا بهذا فرجع الأنصار إلى بلادهم وعليهم إثنى عشر نقيبا ليحبلوا راية الإسلام ويؤسسوا دولة الإسلام كالنور في جنح الضلاء جاء الحبيب إلى الأنام هديا يطيء دروبه وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الضلاء جاء الحبيب إلى الأنام هديا يطيء دروبه وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم قبل عظيات رأي شكرا اشتركوا في القناة